بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة فرع الكيمياء أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى في موضوع الكيمياء الحياتية موضوعنا اللي راح نتكلم عنه في موضوع الكيمياء الحياتية هو الأيض الغذائي الميتابوليزم الأيض أو الاستقلاب أو الأيض الغذائي هو نشاط خلوي عالي التناسق لأنظمة متعددة الإنزيمات أي المسارات الأيضية الغرض منه هو الحصول على طاقة كيميائية بواسطة هدم الأغذية الحاوية على الطاقة اثنين تحويل الجزئات الغذائية إلى مكونات خلوية كما في تكوين جزئات كبيرة مثل البروتينات والأحماض النووية والسكريات ثالثا تكوين وهدم الجزئات الضرورية لتمايز وظائف الخلايا مثل الدهون أو الليبتات الأخشية والرسل الخلوية والصبوغات أنواع الأيض هناك نوعين من الأيض أيض هدمي وأيض بنائي الأيض الهدمي الكاتابوليزم هي عمليات تكسير المواد الغذائية الرئيسية سواء كانت كاربوهيدريت بروتينات دهون جميعها تتكسر خلال طرق مختلفة من التفاعلات الحيوية إلى جزئات بسيطة وينتج عن ذلك الحصول على الطاقة فبالتالي الهدم هو تحويل الجزئات الكبيرة العملاقة البوليمرات إلى جزئات صغيرة النوع الثاني من الأيض هو البناء الأنابوليزم وهو عمليات تجري للجزئات الصغيرة ربط الجزئات الصغيرة مع بعضها النادجة من عمليات الهدم ربطها مع بعضها واستخدامها كنوات لبناء مواد أكثر تعقيدا سواء كانت مواد بروتيينية أحماض نووية أو دهون ومن خلال سلسلة من التفاعلات ذلك لبناء الإنسجة وتستهلك طاقة في تلك التفاعلات للجسم عدة احتياجات للطاقة تكلمنا بالعمليات الهدمية قلنا تتحرر طاقة نتيجة لتكسير المواد الغدائية هذه الطاقة يحتاجها الجسم لإنجاز أعمال مختلفة منها ما يؤدي عملا مثلا تقلص العضلة نقل النبضات العصبية التحضير الخلوي أو الاحتياج الآخر للطاقة يكون عنشك الحرارة ليحفظ درجة حرارة الجسم وتنتج هذه الطاقة بالحرق لمنظمة من المركبات الغدائية الكاربوهيدريت الدهون البروتينات في الخلية وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل من خلال عمليات أكسادة سكر لغلوكوز قبل أن نبدأ بالتعرف على خطوات أكسادة كاربوهيدريت نحتاج أن نتعرف على بعض المركبات المهمة التي تحتاجها الخلية لغرض إنجاز عمليات الأكسادة هذه وواحد من هذه المركبات المهمة هو الجزئة عالية الطاقة الأدينوسين ثلاث الفوسفيت ستمر بنا ومن خلال عمليات الأكسادة المختلفة التي سنتحدث عنها أكسادة سكر لغلوكوز بداية التي تضمن موضوع أكسادة أو أيضا الكاربوهيدريت ستمر بنا مسترح الأي تي بي اللي هي الأدينوسين ثلاث الفوسفيت ويجب أن نتعرف على هذه الجزئة ومواصفاتها حتى تكون لدينا مفهومة عندما تمر بنا بالمادة وهذه الجزئة تحتوي على أسلتين من الأكسجين مرتبطة إلى فوسفات التي تدعبها بأواصل الفوسفات عالية الطاقة من خلال مشاهدتنا للجزئة نلاحظ بأنه ارتباط ثلاثة جزئات من الفوسفات إلى الأدينوسين والأدينوسين ما ثم تعلمته سابقا هو عبارة عن ارتباط الأدينين القاعدة الناتروجيري بالأدينين بالسكر الخماسي فبالتالي سيكون عندي قطعة الأدينوسين الأدينوسين إذا مرتبط بثلاثة مجامع من الفوسفات تسمى بالتالي الأدينوسين ثلاثة الفوسفات أو الأدينوسينọ أو الأدينوسين تراي فوسفات كسر هذه الأسرة التي تربط بين الأكسجين וمجموعة الفوسفات تتحرر من عدها كمية من الطاقة ومقدارها 7.1 كيلو كاليري من الطاقة والرسم الذي أمامنا واضح أنه إذا كانت هناك مرتبطة ثلاثة مجامع من الفوسفات وكأنه انه هذه الجزئة مش حونة بالطاقة واذا ما كسرت هذه الاسرة فبالتالي راح يكون عندنا جزئة واطئة الطاقة علم من الاكسادة التامة للغلوكوز في الاكسجين بوجود الاكسجين اذا ما اجريت في المختبر فسويت انتج ما يقرب من 686 كيلو كالوري من الطاقة لكل مون من اللغلوكوز وحسب المعادلة التالية واذا اجريت داخل الخلية الحية وتحت سيطرة انزيمية سوف ينتج 277 كيلو كالوري من الطاقة لكل مون من اللغلوكوز طيب وين فرق الطاقة اللي موجود هذا فرق الطاقة اللي موجود راح يروح لحفظ درجة حرارة الجسم اذا عمليات التنفس الخلوي كفوة بمقدار 40% مقارنة بحرق اللغلوكوز في الجزئة الثانية غير جزئة الاي تي بي اللي راح تمر بينا ايضا ويتكرر ذكرها هي عبارة عن مجموعة من الجزئات اللي تدعى بلمساعدات الانزيمية وهي كل من الناد NAD اللي هي النيكوتين امايد داي نيكلوتايد والفاد والتي تعمل هذه الجزئات كناقلات للهايدروجين في التفاعلات الايضية فمركب الناد اللي موضحينا برسم مالتنا يمكن ان يكون بصيغة معكسبة ال NAD Plus ويمكن ان يكون بصيغة المختزلة اللي هو ال NAD H ال NAD H هو جزئة عالية الطاقة وال NAD الصيغة المؤكسدة هي جزئة واضية الطاقة ايضا صار عندنا الان نوعين من الجزئات اللي بإمكانها ان تحمل الطاقة عندنا ال ATB وعندنا الناد ايضا مركب اخر اللي هو الفاد المساعد الانزيمي ال FAD اللي هو الفاد وهو مشتق من الفيتامين B12 احد الفرق الرئيسية بين ال NAD Plus والفاد هو قبول ذرات الهايدروجين حيث يمكن لل FAD ان تستوع اثنين من الهايدروجين في حين ان الناد يتقبل هيدروجين واحدة واثنين من الالكتروعون التمثيل الغذائي للكاربوهيدرات اول عمليات الهضم اللي تم للكاربوهيدرات راح تتم بالفم حيث يتم تحليل النشأ الى المالتوز وسلاسل من عديد السكريات بوسطة انزيم الاميليز اللي هو اميليز اللعاب وذلك بكسر الرابط لكليوكوسايدية الفا واحد اربعة ثم يندفع الغذاء الحاوي على الكاربوهيدرات الى المعيدة يتوقف عمل انزيم اميليز اللعاب لكونه يعمل في محيط قاضي والمعيدة محيطها حامضي باشمارتها بحدود 2.2 فبالتالي يتوقف عمله ويتلف انزيم اميليز اللعاب عنده وصول الطعام الى المعيدة نظرا للحموضة الشديدة وبالتالي لا يوجد هضم للسكريات في المعيدة فالمعه يوجد انزيم الاميليز اللي هو اميليز اللعاب الذي يكمل ما بدأه اميليز اللعاب ويحطم المزيد من الروابط اللي يقلوكوسايدية وينتج عنها خليط من السكريات الثنائية ايضا تفرد انزيمات خاصة بهضم السكريات الثنائية مثل انزيم اللاكتز والسكريات والمالتز يكون النادج هي سكريات احادية بينما لا يمكن هضم السليلوز لعدم وجود الانزيمات المتخصصة لذلك بينما في المشترات تستطيع حيوانات المشترات ان تهضم السليلوز ليحتواها على انزيم السليليز ثم يتم في الامعاء امتصاص السكريات الاحادية اللي يتم نقلها في الدم الى الكبد وما ثم الى باقي الجسم يتم النقل بواسطة الدم الى انسجن مختلفة في الجسم فالجسم راح يستغل الكلوكوس المرحل عن طريق الدم بطرق مختلفة اول عملية يمكن ان يسويها والمهمة جدا من نسبة الجسم هي اكسدد الكلوكوس لانتاج الماء وثاني اوكسيدي كاربون والطاقة عن طريق عملية تسمى بريكلايكوليسيز وراح نحفظها يجب ان هذه المصطفحات كلها مطلوبة منعتكم عملية الجلوكوسيز هي عملية اكسدد الكلوكوس لانتاج البايروفيت جزئتين من البايروفيت وبالتالي راح نتجنا الماء وثاني اوكسيدي كاربون في نهاية دورة تربس اذا عملية اكسدد الكلوكوس او الجلايكوليسيز هي عملية تحول الجلوكوس الى جزئتين من البايروفيت تحويل الجلوكوز إلى مكونات أخرى أهمية بيولوجية أيضا من العمليات التي يمكن أن يستفاد منها أن سيجد الجسم غير أكسدة الجلوكوز وغير حرق الجلوكوز للحصول على الطاقة يمكن أن يحولون الجلوكوز إلى الرايبوز والديوكسرايبوز اللي تستخدم للتصنيع الحماض النموية والفريكتوز اللي يدخل في تكوين السائل المنوي أيضا يمكن للجسم أن يصنع حامض الجلوكو يورونيك من سكر الجلوكوز في الكبد وهو هام للتفاعلات التي يتم فيها تحويل المواد السامة إلى مواد غير سامة واللي منظم منها بقايا المواد الدوائي اللي تناولها راح تتبط مع الجلوكو يورونيك أسد وتطرح عن طريق الإدرار لخرج الجسم أيضا يمكن أن يستغل الجسم الجلوكوز في تصنيع سكريات عمينية لصنع السكريات المخاطية العملية الأخرى غير عمليات الأكسذة أو التحويل اللي تحصل لجلوكوز يمكن أن يخزن لجلوكوز ويتم تخزين لجلوكوز في الكبد والعضلات على هيئة غلايكوجين أي أنه راح يكون من عنده بوليمر اللي هو غلايكوجين عبارة عن جزيئات من غلايكوز مرتبطة الواحدة مع الأخرى بأواصر ألفة واحد أربعة والألفة واحد ستة بواسطة عملية تسمى بغلايكوجينيسز ويتم تخزينه في الكبد والنسيج الشحمة أيضا على هيئة دهون متعادلة عن طريق عملية تسمى بالليبوجينيسز إذن هسا صار عدنا ثلاثة عمليات مهمة مرت بنا عملية لجلوكوليسز هي تحويل اللي جلوكوز إلى جزيئتين من البايروفيت وعملية لجلوكوجينيسز هي عملية صنع الجلوكوجين بتحويل اللي جلوكوز إلى الجلوكوجين وعملية الليبوجينيسز هي عملية صنع الدهون باستخدام الجلوكوز أيضا لجلوكوز يمر استقلاب بعدة خطوات وهي كل من أولا التحلل السكري اللي جلوكوليسز اللي مرت بنا قبل شوي ثم دورة كربت ثم سلسلة نقل الإلكترونات حين نحسن من عدها على الطاقة والناتج هو ماء وثاني الاوكسيدي كاربون أيضا استقلاب اللي لوكوز يتضمن بناء جلوكوجين بعملية مثل ما اسميناها بالجلوكوجينيسز وعملية استحداف الجلوكوجينيسز أي تصنيع الجلوكوجينيس من مصادر غير كاربوهيدراتية وتسمى العملية الجلوكو نيوجينيسز وأيضا عملية تحلل الجلوكوجينيسز هي مطلوبة منتكم تعاريف لهذه التحلل السكر الجلوكوليسز كلمة مشتقمة غريقية والجلوكوجينيسز بمعنى حلو أو سكر والليسز بمعنى انشطار أو تحلل وهي أي انها عملية تحلل السكر وهي العملية تقوم بها الكان الحي بتخطيم سكر الجلوكوجينيسز وتحويله البايروفيت بواسطة سلسلة من التفاعلات الانزيمية لغرض الحصول على الطاقة تتم عملية تحلل الجلوكوجينيسز على مرحلتين علما بان عملية تتم في السايتابلازم المرحلة التحضيرية ومن ثم اللي يضمن لنا خمس خطوات ومن ثم مرحلة ربح الطاقة اللي تم تجنن فيها جزئات الـ ATB والـ NADH في تفاعلات تحلل السكر المتعاقبة توجد ثلاثة انواع من التحولات الكيميائية واحدة منها يتكسير الهيكل الكاربوني لغلوكوز وتكوين البايروفيت ايضا رح تكون هناك عمليات فسفرة للأدينوسين من دايفوسفيت الى الأدينوسين ثنائي الفوسفيت الى الأدينوسين ثلاثي الفوسفيت بواسطة مركبات عالية الطاقة المتكونة اثناء التحلل السكري وايضا رح يتم عندنا نقل ذرات الهايدروجين الى الناد لتكوين الـ NADH الان نتكلم بشيء من التفصيل عن عملية لغلوكوليسز او هي عملية تحلل الجلوكوز تتضمنها العملية عشر خطوات خمسة منها هي خطوات تحضيرية وخمسة اخرى يتم فيها انتاج الطاقة او جزئات الطاقة العالية الطاقة الليها الـ ATP والـ NADH لانا جسمنا لا يستطيع ان يتعامل مع الجلوكوز بصورة مباشرة لذلك يكسر الجلوكوز لينتج جزئات الـ ATP والـ NADH هذه الجزئات تمتلك مقدار من الـ NADH تمتلك مقدار من الطاقة يتحولها بالنتيجة الى جزئات الـ ATP اللي هي عملية او الصيغة المناسبة لخزن الطاقة الخلية اللي هي شكل الـ ATP قبل ان نبدأ بالشرح خطوات العشرة يجب ان نتعرف على بعض اللاعبين الاساسيين في هذه العمليات العشرة وهي مجموعة من الانزيمات اول هذه الانزيمات هي انزيمات الكاينيز انزيمات الكاينيز اي تفاعل يتضمن اضافة مجموعة فوسفيت او حذف مجموعة فوسفيت فاللي قام بها العمليات هذي هو انزيمات الكاينيز اللاعب الاساسي بهالعامل هذو نعمل انزيم الكاينيز ويسمى هذا الانزيم وفقا لجزئة اللي يتم اضافة منها او الحذف من آذف انزيدات مثلا نقول هكسو كاينيز وهي تابع انه هذا الانزيم يقوم باضافة مجموعة الفوسفيت الى جزئات السكر السداسية او نقول لغلوكوكاينياز اي انه يضيف مجموعة الفيسفور الى سكر لغلوكوز الانزيم الاخر هو انزيم الايزو مريز جاءت هذه التسمية من الايزو مر والايزو مر مثل ما نعرف هو النظير يعني هي نفس الصيغة الجزئة والاكلمة التعتيب الفراغي مختلفة فيما بينهم الانزيم الاخر الثالث هو الالدوليز الالدوليز هو انزيم يكسر جزئة معينة الى شيئين ورح نتعرف من خلال الشرح الى انه كيف يعمل هذا الانزيم الانزيم الرابع هو الدي هيدروجينيز ومن اسمه هو الانزيم المزيل للهايدروجين دي معناها ازالة والهايدروجينيز هيدروجين يعني ازالة الهايدروجين وكلمة الاز اللي هي انزام الانزيم الاخر هو الميوتاز وهو صنف من انزيمات الايزو مريز العملية الجليكوليز المحصلة من عدها هي تكسير جزئات الجلوكوز للحصول على جزئتين من البايروفيت تتضمن مثل ما قلنا عشرة خطوات هذه العملية الجليكوليز خمسة منها قصيرة وسهلة وهذه الخمسة تبدأ بتنشيط جزئة الجلوكوز وتسمى خطوة الاستثمار اي انه اذا اردنا نكسب مبلغ او فلوس في عمل معين يجب ان نستثمر اولا نصرف فلوس حتى بالنتيجة نكسب مبلغ اخر اكثر من عنده وهذا بالفعل ما يحصل لدينا في الخطوات الخمسة في الخطوات الخمسة الاولى راح نخسر جزئتين من الاي تي بي ولكن بالنتيجة راح نحصل لنا على مجموعة من جزئات الاي تي بي اذا ما كسرنا واكسدنا الجلوكوز بالسولسنتام نحصل على 38 جزئة من الاي تي بي بداية الخطوة التحضيرية راح يتم فيها فسفرة الجلوكوز لتكوين الجلوكوز 6 فوسفيت ودخلت المجموعة مجموعة الفوسفيت في الموقع ستة من جزئة الجلوكوز اللي قام بهالعملية هذي ما زال احنا اضف لنا مجموعة فوسفيت على الجلوكوز باكيد الانزيمات اللي تعمل بهالمسار هذا هي انزيمات الهيكسو كاينيز اي انه انزيمات الكاينيز المضيفة لمجموعة الفوسفيت الى جزئة سكر تحتوي على ستة ذرات كربون اللي هي الهيكسو الخطوة الثانية هي خطوة تحويل الجلوكوز 6 فوسفيت الى الفركتوز 6 فوسفيت وليل فركتوز هو عبارة عن النظير للجلوكوز وبالتالي الانزيمات اللي راح تعمل في هذي الحاله هو انزيم الفوسفوهيكسو اهايزومريز اي انزيمات التناظر اللي هي تحول للشكل لجلوكوز 6 فوسفيت الى الفركتوز 6 فوسفيت وفي هذي الحاله فقط الخطوة الرcla 1 راح يكون عندنا خسارة بالاتيب الخطوة الثانية ما بها خسارة الخطوة الثالثة هو تحويل notfeyt 6 فوسفيت الى فركتوز 1-6-B-Fosphate أي أنه راح نضيف مجموعة فوسفيت أخرى إلى جزئة الفركتوز راح نضيفها في الموقع 1 وهي قبل شوي كان تحتوي على مجموعة فوسفيت في الموقع 6 فينتجنا الفركتوز 1-6-B-Fosphate وهنا عملية أيضا راح نخسر جزئة من ATP بيعطاء مجموعة الفوسفيت إلى الفركتوز 6-Fosphate ويخرج جزئة من ADP الأنزيم اللي يقوم بالعملية هو بالتأكيد الفوسفوفركتو كينيز هذه الجزئة للفركتوز 1-6-B-Fosphate راح يتم تكسيرها إلى جزئتين من السكر الثلاثي اللي هي كلهم من Glyceridehydehyde 3-Fosphate والDyhydroxystone Phosphate مجرد تكسير الجزئة إلى جزئتين من السكريات الثلاثية وكل واحدة من السكريات الثلاثية تحتوي على مجموعة الفوسفيت الأنزيمات اللي تقوم بهذه العملية أي أنه تكسير الفركتوز 1-6-B-Fosphate هي أنزيم الدوليز مثل ما الكرنية سابقا لكن الجسم يحتاج إلى Glyceridehydehyde 3-Fosphate حتى يكمل دورة الإليكوليسس فبالتأكيد يحتاج إلى أنزيمات تقوم بتحويل Glyceridehydehyde 3-Fosphate أو الDyhydroxystone Phosphate إلى Glyceridehydehyde 3-Fosphate والإنزيمات تقوم بهذه العملية هي أنزيمات لترايوز فوسفيت أيزوماريز وقلنا ترايوز لأنه كلمة لتراي اللي هي ثلاثي وذكرنا ترايوز لأن هذه الإنزيمات سوف تعمل على جزئات سكر تحت وعلى ثلاثة ذرة من ذرات الكاربون إذن الآن الخطوات اللي أمامنا هي عملية رقم واحد ضفنا مجموعة فوسفيت خسرنا ATB العملية الثانية هي الآيزوماريز ثم العملية ثلاثة أيضا ضفنا مجموعة فوسفيت وخسرنا جزئة ATB ثم تم تكسير جزئة الفريكتوز 1-6-B-Fosphate إلى Glyceridehydehyde 3-Fosphate والداي هيدروكشي إستون فوسفيت والأنزيم اللي يحول الواحدة إلى الأخرى هو أنزيم جنة لترايوز فوسفيت آيزوماريز في هذه الخطوات الخمسة اللي ذكرناها نلاهض فقط الخطوة رقم واحد هي خطوة غير عكسية بينما باقي الخطوات اللي خطوة رقم واحد والخطوة الثنين عكسية ثلاثة غير عكسية والأربعة متعاكسة والخمسة هي خطوة متعاكسة وهذا مهمة حقيقة أن الخطوات غير المتعاكسة هي الخطوات اللي تسيطر على سرعة تحلل الليجليكولي الخطوة الأخرى بعد الخمسة عمليات هيا العمليات التحضيرية رح نجي إلى عملية اللي نستطيع بها أن نحصل على الطاقة الخطوة رقم ستة هي تحويل Glyceridehydehyde 3-Fosphate إلى 1-3-B-Fosphoglycerate أي أنه رح نضيف مجموعة فوسفيت ولكن هنا العملية هي يسموها بالـ Oxidation and Phosphorylation يعني ما رح نستخدم جزئات من الـ ATP ولكن رح اللي يقوم به العملية هذي هو إنزيم يسمى بالـ Dehydrogenase اللي هو بالضبط Glyceridehydehyde 3-Fosphate Dehydrogenase أي أنه الإنزيم المزيل لمجموعة أو ذرات الهايدروجين رح يزال الهايدروجين من Glyceridehydehyde 3-Fosphate ويضاف إلى الـ NAD Plus لينتجنا الـ NAD H أي اللي هي جزئة أيضا عالية الطاقة وحسب ما ذكرنا إحنا بدأنا بجزئة جلوكوز واحدة وبنتهينا بالخطوات الخمسة الأولى بجزئتين من Glyceridehyde 3-Fosphate وبالتالي الآن في كل الخمس خطوات الثانية اللي رح نتكلم بها في الجزء بي هي رح يكون لدينا جزئتين 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 بعد أن تكسر جزئت الجلوكوز إلى نصفين في الخطوة رقم سبعة رح يتم تحويل الواحدة ثلاثة باي فوسفوغليسيريت إلى ثلاثة فوسفوغليسيريت أي أنه يحذف أحدى مجامع الفوسفات الموجودة من الموقع رقم واحد وتضاف إلى الـ ADP فينتجنا جزئتين من الـ ATP وهنا أيضا مكسب من الطاقة إذن صار لدينا في هذه الخطوات في الجزء بي من الدورة رح يكون لدينا جزئتين أنتجنا بالخطوة رقم ستة ثلاثة من الـ NADH وفي الخطوة رقم سبعة تنتجنا ثلاثة من الـ ATP الخطوة رقم ثمانية هي رح يقوم بعملية تحويل لـ 3 فوسفوغليسيريت إلى 2 فوسفوغليسيريت أي أنه هذا الجزء واللي كي تتحطم وتنتجنا البايروفيت وتستمر في طريقها يجب أن تحول إلى صيغة أخرى التي يتم فيها نقل مجموعة فوسفوغليسيريت من موقع ثلاثة إلى الموقع أثنين واللي يقوم بهذه العملية هي أنزيمات الميوترز التي قلناها هي عبارة عن أنزيمات صنف الإنزيمات الآيزوميريز الخطوة الأخرى هي أنزيمات الخطوة الأخرى هي التحويل لـ 2 فوسفوغليسيريت إلى فوسفوينوكايروفيت ويحذف جزئة ما واللي يقوم بهذه العملية هي أنزيمات الإنوليز ثم سنحذف مجموعة الفوسفيت من فوسفوينوكايروفيت وتضاف إلى الـ ADP لينتجنا جزئتين من الـ ATP ويتحول النافج النهائي إلى البايروفيت لأن نحسب محصلة الطاقة الناتجة من تحلل جزئة من القلوكوز إلى جزئتين من البايروفيت في الخطوة الرقم 1 كان هناك استهلاك لجزئة من الـ ATP في الخطوة الرقم 3 كان هناك استهلاك لجزئة من الـ ATP جزئة عليها الطاقة في الخطوة الأخرى بالخطوة رقم 6 راح يكون إنتاج لجزائتين من NADH باعتبار أن الجلوكوزين شطر إلى جزائتين كل واحدة منهم تحتوي على ثلاث درات كاربون كل جزائة من NADH عند X6 يعطينا ثلاثة ATB إنتاج جزائتين من ATB الخطوة رقم 7 باعتبار أن الجلوكوزين شطر إلى جزائين أيضا من الجليسرالدهاد وكل جزائة تعطينا وحدة من ATB أيضا راح يكون عندنا إنتاج لجزائتين من ATB الخطوة رقم 10 باعتبار جزائتين من ثلاثة فوسفوينو بايروفيت ليعطي كل منهما بوحدة من ATB إذن راح يسير عندنا المحصلة هي أنه خسارة رقم 1 خسارة جزائية ثم خسارة جزائية ثم 6 جزائة إنتاج ثم جزائة إنتاج ثم 2 جزائة إنتاج فيكون الناتج من عملية الليكوليسيز هو 8 جزائات من ATB تنظيم عملية تحلل الجلوكوز يلاحظ أن جميع المركبات الوسيطية بين الجلوكوز والبايروفيت هي مركبات مفسفرة أي أنها متأينة عند درجة حموضة الخلية مما يجعلها مشعونة بشحنة سالمة تمنعها من مرور خلال الأقشية الخلوية لتظلوين في السايتب لازم الخلية أما البايروفيت أو اللاكتيت المتكون يمكن أن يمر خلال الأقشية الخلوية فنظرا لعدم فسفرة البايروفيت فأنها يمتلك القدرة على الانتقال من السايتب لازم إلى الميتوكندرية لتبدأ عملية الأكسدة الهوائية المسمات بدورة كليبس يراحظ ويلاحظ أن جميع التفاعلات الإنزيمية في غلايكوليسيز هي تفاعلات عكسية ما عندها ثلاثة تفاعلات غير عكسية هذه التفاعلات الثلاثة هي تفاعلات منظمة لعملية التحلل الغلايكولي وتسمى بالتفاعلات المحددة لمعدل التفاعل وهي التفاعلات المنظمة تتم بواسط الإنزيمات الهيكسوكينيز والفوسوفركتوكينيز والبايروفيت كينيز ما خير البايروفيت البايروفيت المتكون نتيجة لأكسدة القلوكوز إلى ثلاث مسالك في حالة توفر الظروف الهوائية في حالة توفر الظروف الهوائية الايروبك يتكون لدينا الأسيتار كونزانيمي ويدخل لنا في دورة كريبس أما في حالة عدم وجود الظروف الهوائية أو الايروبك راح يتحول البايروفيت إلى اللاكتيت وفي تفاعل عكسي حقيقة أو يتحول البايروفيت كما في المايكرو أورغونيزم إلى إنتاج الإيثانول